أعرفكم باسمي أنا آيات القروزي طالبة في كلية البحرين للمعلمين كيف الحال سيدة سعدة؟ نحمد ونشكره هل لديكم أخبار جديدة عن آيات؟ أخبار جديدة ما فيه بطاعة من خدو آيات لكن ما عندنا أي خبار ومشاركتي عبارة عن قصيدة لخليفة ليك مني يا خليفة هالرسالة يا أبو الخيرات يا رائي العدالة على قولتكم طبعا مني أعطيك العدالة مني أعطيك العدالة؟ هل حاولتم راجعتم الدوائر الأمنية الدوائر الرسمية لمعرفة مصيرها؟ هم ليلة ما أخدوها قالوا لنا باشر تعالوا الحورة مركز الحورة رحنا قالوا ما عندنا رحنا مركز لنعيم قالوا ما عندنا قالوا روحوا مركزكم منطقتكم منطقتنا مركزنا في مدينة حمد رحنا بعد قالوا ما عندنا هاي ممكن في التحقيقات اتصلنا لتحقيقات قالوا ما عندنا خلوا المركز ما لكم يبحث عنها يوم ردينا رحنا للمركز قالوا لنا احنا ما عندنا بيانات هبتاتا بس لين تبون سووا بلاغ ضد مده يعني انه مفقودة قلنا كيف نقول هي مفقودة هن جاي المقرين هن البيت يعني نسوي بلاغ انه آيات مفقودة مفقودة نين قلعات وشنا ما ندري وين راحة قدل له معدل خاف ربك خاف ربك يا والد الحلال ومتأكلم عنه هو الحلال حتى لو جاهل ها يبي سرزب واشي سوي حتى لو جاهل اندرور ليه صوت القصيدة آيات هي نعم صعدها تهديدات في الفيسبوك تلفونات كلام غير لائق حتى من خارج البحرين جاتها تلفونات غير لائقة يعني كلام بذيء ما ينقال وفي الفيسبوك وفي الفيسبوك صفحات صفحات اللي مخلين هالآيات بتحديدات كل شي يعني فهي من ينصر لي هالموضوع بلغت رقوق الإنسان وعطتهم بعض من التلفونات وعطتهم بعض الكلام اللي يصار ورحنا مركز الشرطة بلغنا يعني قلنا ليه منها آيات هي يعني نفسها راح تبلغت حتى مركز الشرطة نفسه استهزئ بآيات بنات قاعدوا يتهزدون بآيات وكش الوحدة تتصل للفانية وتقول لحظة حين بقول لي شوية شطار يعني حقا هاي آيات اللي تقولون بها يكون شفناها جاي تبلغ فبعدين ليلة قبل لا يعتقلونها ليلة الثلاثة يعني جوا لين قبل لا سرهاد احنا طلعناها من البيت قبل بسبوعين يعني خفنا يعني وطلعناها من البيت فجوا ليلة الثلاثة كسروا البيبان ودخلوا علينا وإحنا نايمين وقالوا لين آيات من اليم آيات ما ندريبها من اليم يطبون على الدوار ما ندريب آيات قال لازم نتعلمون آينا يقولنا ما ندريبها بعدين قال راح تدوار تتمتت قال الرجال يقول تتمتع يعني يقصد تتزوج متعة ايوا راح تدوار تتمتت هال الرجال مو شرطي ها عليه في هاب عادي ولابس مقنع ليلة الأربعة اطنع عشر لعشر بعد نفس الطريقة بعد نيلة الثانية اللي يجوا ناس أكثر وأكثر يعني يطوفون الخمسة عشر نعم داخل البيت فقط طبعا حوالي البيت كل سيارير وشرطات دائر مدار البيت سيارات ولا ولا عشر سيارير أجياب باصات سيارير شخصية كلهم جوين طبعا دخلوا ناس لين نأني وأبوها في الحجرة ناس راحوا فوق إلى أولادي نزلوهم بالمتدسات ورأي يادهم رفع فوق وقالوا لنا الحين شوفوا أعطيكم خلال خمسة عشر دقيقة إلين مط أبروح أشرب زقارة إلين مطلعون آيات أنا جاي إني أمر من فوق الحين أكثر البيت على راسكم وقتلكم قومي يل هزبتوني على أرض وعلى بحرين العالم بحرينكم هذه بحرين وبحرينكم كنكم بحرنا خليفة ضلوا ضربون في أولادي بس الأبو يوم شاط هم ضربون في الأولاد ما نقدر قال ليهم باقل ليه سمعي ناس وصار من أمن البلد أمن الحكور ومجلة وسط ورجالة وقال ليهم من آيات وبيت خالتها وقال لي إني يا الله فكشو ورح تقاني وأبوها وجبنا آيات طبعا آيات حاس قلبها من آمس لأن تدري قبضوا علينا حتى يمروا حتى عضايتها وشيلتها الأرش تنامت برضة وعفسوا بعد شوي هنا في بيت بتخالتها وأغراضها وتريد نبشوها وجبنا آيات لبيت ودخلوا فجرة آيات وعفسوها أفاس ما خلوا ليها حاجة كل شي كل شي نفروا واخدوا فلاشات واخدوا سيديات واخدوا بعض الصور واخدوا أوراق لا بريد شي قشك احنا ما نسلم عشب شام كلمة ولا نريد الحوار احنا ما طلبنا صريح وما نغير هالمساعد دير بال ترى والله 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 خليفة والله والله بيت ما لم يتقشف شفت صدام الأسل قلب فعلا بس حناني أنا واش بالعالم أني أسبق أويات بيت تيجي أهلا بعد هي توقع عشرين سنة فغيرة هي واش ارتقبت من جريمة حتى الكلام جريمة هي شو عملت هي توق قصيدة 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 يا حج الخليفة والله ما يفيد الحوار ما ندري حج بعد لولا وشكرا